موسيقى مشاهدين موسم الصيف قرر بينتهي ولكن بعد فيه نشاطات عم بالتمبل هو تطلق منهم مهرجين حرش بيروت أو مهرجين السقافة في الأماكن العامة تفاصيل أكثر عن هالحدث مع ضيفنا برحب بسيد أنطوان بولاد أهلا وسهر فيك سيد أنطوان أهلا فيك شكرا حضرتك رئيس جمعية السبيل استيقاء المكتبات العامة اللي هي المنظمة لهالحدث مثل كل سنة هذه الدورة الثالثة لمهرجين حرش بيروت دورة الثالثة مضبوط قبل ما نحكي عن تفاصيل وبرنامج المهرجين عرفنا أكثر عن جمعية السبيل أهدافها والنشاطات اللي بتقوموا فيها بعرف أن أنتو عم تعاجوا من أكبر المشاكل اللي عم وجهها حاليا بمجتمعاتنا الشرقية اللي هي الكراءة أو عدم القراءة أو عدم القراءة يعني عم نسبح ضد الطيار خلينا نقول مضبوط جمعين السبيل تأسست بـ 1997 يعني صالنا 16 سنة والمهام الأساسي طبعا هي أنه أنشأت مساحات عامة للكراءة مكتبات عامة نعم طبعا بالتعاون مع بلدية بيروت نحنا منشجع المطالعة بكل لبنان ونشتغل مع كتير جمعيات بكل لبنان مع كتير مكتبات بكل لبنان ولكن المكتبات هاللي أنشأناهن مع بلدية بيروت هن نضمن مساحة بيروت بما فيهن هاللي بنسميهن كوتوبيوس يعني إذا ما بتجي على الكراءة الكراءة بتجي لعندل ساعة فتنا نشرحها بالتفصيل شو يعني كوتوبيوس ولكن أنتو تأسستوا عام 1997 ومن وقت عندكن هدف واحد اللي هو تشجيع المطالعة والقراءة اللي هو يمكن إنجاز إذا بدتكن تفقتوا مع بلدية بيروت عام 2000 على إنشاء 12 مكتبة عامة بمختلف المناطق اللبنانية وين صرتوا بهالمشروع؟ يعني أنت بدقة أكتر أنشأنا أول مكتبة بألفين هاللي هي كان بمنطقة الباشورة وبعدين بالجعتاوي بجنينة الجعتاوي وبعدين بمونو يوم عم تشتغل على الرابعة وعم نشتغل على الرابعة هاللي إن شاء الله نقدر قبل آخر السنة الجاية أنه ندشنا بحي شعب كتير طريق جديد هاللي هو ولكن أنتو بالألفين اتفقتوا على إنشاء 12 مكتبة ليش طول هالأذي المشروع؟ يعني بآخر الهدف الكبير أنه كل حي من إحيا بيروت يكون عنده مكتبة عامة شوف تضمن هالمكتبات؟ خلينا أقول أول شي للمشاهدين أنه مكتبة عامة معناتها أنه كل شخص له الحق يجي طالع يعني هون عم نحكي ببليك لايبيري سيستم في إنترنت في مساحة للجمهور يعني نختار الكتاب اللي بيعجبنا ناخده لفترة قصيرة نقرأ ونرجع بعض مهر معينة مزبوط مزبوط هيدا التراس هاللي مش موجود عنا و هاللي عم نجرب نخلقوه إلا حد ما عم ننجح فيه بس طبعا بدو تطوير هلا أنتو رحتوا أبعد من هيك حتى تسهلوا الأمور أكتر على الناس والمشاهدين نطلعت بمشروع الكوتوبوس و رح نشرح شو هو بعد البريكت شكرا نرجع مشاهدين لحديثنا مع رئيس جمعية السبيل السيد أنتوان بولاد سيد أنتوان قبل البريكت تخبرنا عن مشروع الكوتوبوس لتسهيل المطالعة أو الحصول على الكتب للمطالعة الكوتوبوس بص بيرو على المدارس العامة المدارس الدولي بالضواحي الشمالية واجنوبية لبيروت بيتفق مع الإدارة و بيعير كتب لصفوف هاللي بتنزل على هاللي طبعا هذه المدارس ما عندها مكتبات المكتب بتجيل عندها نعم و عندكم مشروعين من هالنوع يعني مكتبتان متنقلتان مضبط و عم ينجح المشروع لغيته لأنه ما في أسهل من هيك على التلميذ كل سنة منتفق مع عدد من المدارس العامة نعم خلينا نفوت بموضوعنا اليوم سيد أنتوان مهرجين محرش بيروت ما بعرف إذا مش الحال مع الصور لعل أنا رح فرجي البوستر هذه السنة التالتة على توالي جمعية السبيل بتنظم هالمهرجين شو اللي بيجمع بين مهرجين سقافي فني وأهدافها جمعيتكن؟ هاللي هو تشجيع المساحة العامة يعني المكتبة هي حرة للكل ومجانية وهالمهرجين هو سقافة ومجانة وهون بحب أقول إنه للحقيقة كلمة ما جاني شوي فيها التباس خلينا نقول للمشاهد إنه هو دفع الرسوم البلدية نعم إذا يعني هذا حقه أن يقصل عليه صار حقه يعني مدفوع يعني الفوتى وأنه يتعرف على حرش بيروت هو مدفوع سلف خلينا نقول يعني هذا حق مش لازم يروحوا على نفسه مزبوط المهرجين بينطلق نهار الجمعة بعشرين قيلول ورح يستمر على مدى اثنين ويكنز يعني جمعة سبت أحد واسبوع جي من سبع عشرين لتساو عشرين قيلول مزبوط وهون فكرتوا بكل الأزواء الفنية وبكل الأعمار كبار وصغار أعطينا فكرة عن البرنامج من خمسة للسبعة هو لصغار وفي كتير أنشطة لصغار يعني إذا بنا نعددها محكي من خمسة لسبعة المساء من خمسة لسبعة المساء في مساحيات في 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 السيرك في السيرك في السيرك دوليبان في في أصاص في حكايات لبنانية في في مهرج يعني الأطفال أكيد إذا أجوا غير أنه مساحة جميلة جدا في الأنشطة جميلة جدا قبل ما نكمل بتفاصيل البرنامج بس بدنا نخبر المشاهدين المكان بحرش بيروت اللي راح يتم في هالمهرجان المكان مغلق هذا الهدف الثاني للمهرجان هو إنه شي يوم ولازم يصير قريباً سنترين هاليوم سنة ثلاث سنين سنة ثلاث سنين عم نشجح يعني المهرجان يعني المفتاح هو شغلتان أولاً قرار البلدية طبعاً يعني عم بتم افتتاح المنطقة عم فتح المنطقة لوقت المهرجين وبعدين عم برجع عم بيتسكر الحجة هل هي بمحلة هو إنه الجمهور لازم يفرج إنه بيتصرف بمسؤولية وقت يفوت على الحرش يعني إذا عملنا بيكنيك جوا وبنزعنا كل شيء هو الحرش جميل جداً وعب نحط عليه كتير يعني هو إيل دو فرانس هالي رجعت أعادت تأهيله كاملة بدهم بالبلدية يأملوا إنه الجمهور يكون مسؤول نحن عم نشتغل على هذا الشيء وقت المهرجان هو نوع من الاختبار للجمهور مظبوط ولحد هلأ سقطوا كل سنة لا بالعكس عم بيجحوا كل سنة إن شاء الله القرار يجي قريباً نعم نتأمل كمان فإذا كل يوم من ساعة خمسة لسبعة نشاطات على أنواع مخصصة لصغار وبعدين ينطلق برنامج ساعة في فني لالكبار مظبوط من الثمانية للعشرة لالكبار كمان مسرحيات ورأس وفرق موسيقية مهمة كتير وبرنامج لنهار السبت بحب ألفة نظر المشاهدين في الشاعر الفلسطيني المشهور يعني الساعة 8 نهار 21 الشهر نعم أمسية شعرية وموسيقى مع الشاعر تميم البرغوتي والموسيقى مصطفى سعيد يعني هذا برنامج لا يفوت على كل هذه الساعة 8 المساء 8 المساء لساعة 10 ننتقل للأحد الأحد في نشاطات كمان ساعة 5 المساء كمان لصغار تياتر مع كريم داكروب كريم داكروب مشهور كتير المسرح الدمى اللبناني وساعة 8 فيه جروب موسيقى الروك اللبناني اللي هو الجروب مين أيوا بعدين مننتقل للأسبوع اللي بعده يعني بـ 27 فيه برنامج لصغار مثلا جمعية أصدقاء الدمى بتقدم الشجرة الزهبية نعم وساعة 8 حفل موسيقى مع الفريق الأطرش السبت كمان كولكتيف كهرباء مسرحية إعداد عصفور على الشجرة وساعة 8 كمان من كولكتيف كهرباء ودار انبوز عبي قدموا مسرحية حلوة كتير أنا عم تفسحوا مجال سيدة أنتوان للمواهب الجديدة مزبوط مزبوط يعني فينا نقول إنه شباب هيدو مع إنه متمرسين يعني عندهم تراس قوي مثل مثلا حفلة الختام مع سحرتها سحرتها فنانة لبنانية بس أصل عراقي ومكيمة بلبنان والفرقة طبعا كلهم نسوين بيدقوا على آلات كلهم صوت رائع وحفلة رائعة يعني تقدر العائلة كلها تتجع على حرش بيروت وتلاقي شيء لكل الأزواء أنتو بيبقى هدفكن بجمعية السبيل إنه تجيع القراءة والمطالعة كيف عم تقدروا توصلوا رسالة جمعيتكن من خلال إقامة أو تنظيم هالمهرجين كل يوم ساعة خمسة ونص بيبلش المهرجين بحكايات لبنانية يعني هيدا بكون في حكوات محترف معه الكتاب بإيده وعب يقرأ للجمهور الموجود هل هو شباب وأطفال والشيء الثاني إنه كل مساحة عامة حديقة أو مكتبة هو نفس القضية بالنسبة لنا لأنه بدنا إنه الخاص كتير منيح بس كل الناس ما بتقدر تدفع بدنا إنه العام يتوسع باللبنان هيدا كمان من أهم أهداف المهرجين إنه تكون كل هالنشطات السقفية والفنية بمتنول الجميع مجانية وبمتنول الجميع كل هالنشطات اللي بتقوموا فيها إن كان للمهرجين أو لتحقيق أهداف الجمعية مكلفة سيد أنتوان مين يدعمكم ماديا؟ طبعا بلدية بيروت أول شيء وثاني ممول كبير هو ريجيون إيل دو فرانس هاله هي داعمة للبلدية أصلا تقنيا وتشجيعا وللجمعية ماديا كمان بتدعمنا وفيه كمان يعني ما بقدر أعددهم كتير لأنه بخاف أنسى لأنه أكتر بس هيدا الممولين الأساسيين شكرا لإلك أستاذ أنتوان بولاد شكرا للمشاهدين بيتوجهوا على حرش بيروت أولا أنت يتمتعوا بطبيعته لأنه هو من المسيحات الخضر الأليلة الموجودة عندنا بالمدينة متنفس بيروت وبنفس الوقت يستفيدوا من كل هالنشطات السقفية والفنية أهلا وسهلا فيكم شكرا للمشاهدين شكرا لإلكم المشاهدين كنت أتمنى أن نمضي وقت أكتر بسوى ولكن إرسالنا الصباحي انتهى نقلنا المباشر بيكمل معكم طوال نهار أنا برجع بشوفهم على الرد النهار السبت وبكرة الصباح اللايب الجديد كونوا على المواد باي باي ترجمة نانسي قنقر